هذا هو الوقت في تنوضي المشروع ديالك وتبدي تنتيج بحالك بحالهم اجي خطبي معيكم موضة او طلبية غديل ضيار الالمانية وعرفي اسرار ونصائح حرفية على المحينشات الصغيرة اللي كي يجو مع اللي كي نراقيين بمضاق والارواع مع سهولة التحضير وتقنيات من خبيرة الحلويات ديال خبرة ديال 15 سنة الاكثر من ذلك انهم تعطيوا منظر جدا رائع المائدة ديالنا ونعطي الاسرار باش ما يترتقوش لك بالمرة كيتباعوا بأتمينة باهضة في افغان المحلات ونعطي التعمل ديال باية اللهم زيد وبارك في ذلك ونبدعوا على بركة الله هنا كيفما كتشوفوا معي اول مكوين اللي غدي نحتاجوك هو اللوز بالنسبة اللوز كناخد كيلو ديال اللوز كتوضعي في ماء بارد اسمعيلية وتلقي ودنيك مزيان ومن بعد كاتف السخي من بعد ما غدي تسلق وكتحطي ضروري ما نشف وهذا العملية كتساعد بشكل كبير باش البريوات ديالك او المحنجات او المعسلات ما يترتقوش هذا اول شيء وفي نفس الوقت كتنفح تب نسبة الناس لدي يكون عندهم طلبيات في مدة طويلة وغادي يحتفظوا بهم بجعتهم الكريان من بعد ما تقشره غادي تخليه ينشف غادي تاخدين نصف اخر وغادي نسلقوه نحطوه هنا شفته هو ومن بعد غادي نقلي وهذا الشي اللي تكون الاختلاف ما بين الحلويات او الحريفيات يعني هنا يولي نخدمين بكيلو او نصف هاد الشي الليش كتلقو اختلاف في الاتمنة فهذا الاتناء غادي ناخد القليل من المسكة حرة وما تكتريش غادي يتأخذي كذلك 400 قرام تقريبا ديال السنيدة ممكن انا شخصيا كنخدم غير بميتين قرام باش ما كتجينيش حلوة بالمرة وفي نفس الوقت ما كيدقهمش الكليان او السيدة اللي دفعت طلبية لانه من حين جات غادي مازال تبعهم تسل ويلا كانوا حلوين بزاف تيجيو تيقهمو وهذا الشي الليش كتلقو اختلاف او الثاني في الاتمنة يعني كاللي كي يخدم بنصف كيلو ديال السنيدة كاملة انا شخصيا كنخدم غير بميتين قرام باش ما تيكونوش لمح نشات ولا بريوات حلوين بزاف على الكليان ملي كيكونوا عمرين بالسنيدة كتار من اللوز كيكون تمن ديالهم اقل هنا غادي ناخد الزبدة موصو كيف كتشوفوا معايا تقريبا واحد مية وخمسين جرام ضروري ما تكون ديال العبار كان خلط وكنضيف كذلك القرفة كنضيف القرفة بكيمياء وفيه يرى لان القرفة كانش يزوينه في نفس الوقت كانت نفعنا بسف بالسف 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 بالنسبة الناس التي يكونوا عندهم اه مشكل ديال ارتفاع ديال السكري انا كنصحكم كخبيرة اعشاب انكم تستعملوها وهنا كيف تشمع يمن بعد ما خلطنا هاد مكونات كاملة كنناخد هاد البودان الغلاد وكنقطعهم وكنديرهم على شكل ديال بودانات طوال يعني هاد الطريقة الحرفية ما غدي تلقيها في الفيديو ما غدي تلقيها حتى عن توحدة عندها من بين تقنيات اللي اختارتها وبتكرتها باش نسهل عليها الخدمة هنا كيف من ستشوفوا كان قطع الحبة الاولى وكان عبر بالنسبة للقياس ديال الحبة هنا ما غديش يفوت ليا تقريبا عشرة قرام علاش اول شيء المالح تيكون كبير ولكن الحاجة اللي كتكون حلوة فرمدان كتكون صغيرة وهاد شيء على حسب طلب الكليان او الكليانة المحين شات ما كنديرهم شخبزات ديال الشعير كنديرهم مقيد ديال جيد العضة اللولة العضة التانية وانتمنى الكليان ديالنا يشوفو تمارا اللي كنضربو على طلبية ديالهم بحيث انهو خسنا كل حبة جي قد دختها تولى وانتمنى الكليان وانتمنى الكليان وانتمنى الكليان وانتمنى الكليان في قياس واحد سوف نرجع هنا يا اللي بودان ديالي الرقاقين اللي عبرتهم كيف كتشوفوا معايا وكنتنبدأ نحربل بهم نحربلهم ما بين ايد ديال واكيد بالنسبة لتحربلها كنشد القياس باللور ديال الكف الى رضيته معايا لبال كنناخد واحد اللغطة كنوضع فيها بأليمينيوم وكنسرح فيها هاد اللي بودان كاملين اللي تيكون الرقاق من بعد ما كنكون كملتها ناخد الورقة ديال البسطيلة بهاد الشكل كيف شفته معايا من الافضل انكم تتعلموا مع انسان او انسانة اللي كتكون حيرة فيها لا بالنسبة لمحينشات ولا بالنسبة الورقة وهنا منسيناش انها نضفنا لمسكة حرة في المحينشات ديالنا واللي كتعطيها ديك النكهة البلدية مئة في المئة فهذه المرحلة ضروري ما يكون عندهم قسم ماضي وهنا كنصحكم كحيرة فيها يكون عندكم اربعة وخمسات المقوسة باش لا تودروا واحد تلقاوا باش تخدموا تلبيات ديالكم يعني دائما ما يجيوش مقص خمسات المقوسة يكون عندكم ضيفوا كيتهرس ضيفوا تحفا ما تتلقاوش باش تخدموا ساميوا انكم ديروا هاد القديه يكون عندكم الريزرف باش ماشي تخرجوا باش تجيبوا المقص وتمشي لكم الورقة خلاق هاد الورقة متان قطعوهاش نهائيا بالبالموس كنخدموها بالمقص باش كالجينا قياس هنا عندنا عدة حلول وعندنا عدة قياسة تقريبا الكاليبر تبدأ من واحد تارربعة وتلقوا معي ودنيكم زيان كين عندنا الورقة الصغيرة قاع من اللي كنقسموها هكا على اربعة كتعطينا الكاليبر واحد كين عندنا الورقة اللي تتكون صغيرة وكنخدموها على النص يعني كتخدميها نص محنش بدون ما تقطعي نص ورقة بدون ما تقطعي على الربعة كيف كتشوفو معايا وهنا تكون عندي تخرج عندي الكاليبر جوج اللي كبر منها شوية وتيكون عندي عود تاني ورقة كبيرة واللي هي الاقل طالب وكنتخدمي بها الربعة وهنا كيكون عندي الكاليبر ثلاثة نتمنى انكم تقيلوا هاد شي وعندنا الورقة اللي كتكون كبيرة وكنخدمها على النص وهنا تكون عندي الكاليبر وبالنسبة الكاليبر الاخر اللي كين هو الكاليبر ماكس واللي هي كتكون محنشة طويلة ضيرة كبيرة دون كان انتي مليت مشي الدفعي طالبية او كوموند كان نصحك انك تحدي مع الحلوية او الحريفية اش من كاليبر بغيتي لانه الحلوية من اللي كتخدم بالنسبة لها الحاجة اللي ستكون كبيرة احسن وافضل السرع واقل تعب من الحاجة اللي ستكون صغيرة بحيس انها تتاكل لها كمية الورقة كثيرة اول شيء وكتطلب منها مجهود كثير بحيس هالطالبية بخير نخدامين فيها تال الخمسات الصباح كيف كتشوفه معايا وبنيسبة كمية الولوز كان ترقيقة لان اللوز كيزيد كيتنفخلينا بالنسبة للصدق دائما السدق تكون لتحت قد تغطيه في نفس الوقت ما كتوركيش بساف باش ما كترتقش لنا الورقة واكيد بالنسبة للحشو دينا رح نجمعناها بالقليل فقط من ماء الزهر باش هكا ما تفزقش لنا الورقة وتبقى القرمشة لصاحبة الطالبية مدة طويلة وبالنسبة للمحنشة دينا نخرجوهم واقفين خاصة إلا كانت غادية تسنى واحد ثلاثة ولا أربعة الأسابيع عادة غادة تستهلك بسيدنا رمضان الفضيل راحتكم كتهمنا كنحيدو الزائد دينا المحنشة دينا وكندورو بهذا الشكل هادي كما كتشوفو هنا هادي الشي اللي بقى شايت تتحيديه باش كتجيك المحنشة ديالك فينيا بالمرة وكيف قلنا اللي سنعطيه الطلبية للكليان خاصة إلا كان كوموندا على مدة طويلة عدة كاتس سهلك ننصحوه باش يغطسهم ليلة كاملة في العسل فوالا ها هي كيف شوشو معا اشتركوا في القناة